لسه كنت بس أسأل حضراتكم فيما يخص كلامنا مع كابتن فتحي وفيما تم إقراره أو اقتراحه فيما يخص أيضاً مصابقات النشئين والشباب إن الكرة لما تبقى من خارج منطقة الجزاء ويتم الشوطة فيه أو تيتشات تحسب بهدفين الكرة العرضية وهدف بالرأس بيحسب بهدفين إن أنت تكسب خارج أرضك بتحسب بتلات نقاط بفوز يعني بتاخد نقطة زيادة إن أنت تلعب لا يوجد مباراة تنتهي بالتعادل ولكن مباراة يجب أن تنتهي سواء إذا انتهت المباراة في وقتها الأصل بالتعادل تلعب ركلات ترجيح وده كله فيه مصلحة إنه اللاعبين الشباب ونشئين بيشوتوا الكرة عندنا حد بيشوت كويس عندنا حد بيلعب دماغه كويس أنا شايفت أن أستاذ محمود بيتكلم على حصلت قبل كده ولكن في لعبة أخرى ها طبعا لا حصلت طبعا أعوز أقول لك على حاجة طبعا الأفكار حلوة وممكن تتطور بصورة أكتر لو إحنا عاوزين نخرج من دائرة نتأصل على النتائج المباراة ممكن نعمل لها حوافز مادية يعني اللاعب المميز اللي هيستطيع مثلا نجيب 10 أهداف من تسديد أو من ضربات رأسية ممكن يبقى له جواز مالية يعني تحفز اللاعبة كمان تدي دواب لأنه اتحاد كورت اليد في السابق اتحاد كورت اليد اه اتحاد كورت اليد دكتور حاصل مصطفى وقتها تعملت حاجة أنه المتخاب كان عنده نقص في تنفيذ بعض الحاجات خاصة اللاعب الأعصر تمام يعني كان فيه مشكلة اتأخد بها قرار بتطبيق الكلام ده في مصابقاته الناشئين والشباب بينه اللي بيحرز هدف بيد والشمال بيبقى عنده من على الدائرة ومن برد الدائرة بتاعكم يبقى الهدف بهدفين اللي مش عارفه يعمل اعتقد دربة من تسعة مطار يبقى كذا ينعزوا لك ايه تم تطبيقها للأمر اه طب تطبيقها للأمر انت لازم برضو ده تفكير كويس لانك انت لما تجي تبص بأمانة شديدة عشكون واقعين وذي نحن شفنا المباراة النهائية مباراة مع منتخبنا مغرب اللي احنا بنهني على التأهل لأولمبياد باريس وعمل بوطولة يعني رائعة اكثر من رائعة وبحي الجهاز الفني وبأمانة شديدة مباراة كانت مباراة بعيدا عن وقعة الطرد لكن كان فيه روح وكان فيه اصرار وكان فيه رغبة وبأمانة شديدة كنا نستحق ان احنا نفوز بهذه لكن هي دكورة ونحترم برضو المنافس ومنقول له مبروك وقام حاجة انه فيه يعني منتخبين عربيين فيه من افريقيا وصلوا لباريس ومعهم منتخبين لكن انت عاوزه لك ايه لما تيجي تقيم الموقف هتبص على فارق الامكانيات الفنية القدرات الفنية للعب بيخليك تستفيد منه بصورة او باكتر يعني انت مقينة فرحانين لما مقينة لعب زي محمود صابر عنده مستر للتزديد هدفه التاني والتالت لما عندك محمد شحادة كذا لما عندك حمز علاء في حراس المرمى ادك ادك الاتميناء عندك مثلا كوكا عندك إبراهيم عادل عندك إبراهيم عادل بأمانة شديدة الصحيق الاحتراف بأمانة لازم بيقى فيه تفكير في جزء انك تساعد الناس دي فانا عايز اقول انه التفكير في الجزء والتفاصيل دي مع البراعم والكلام دي وتاخد اهتمامي يا كابتل بس حالي خطف أقول انت فكرة حلوة رائعة انا ممكن أقول لا ألزم اللعبين بحسم النتائج لكن أقولك اللعب اللي هيجيب ست عشر اتناشر خمستاشر هدف بالدماغه هتديله مئة الف جنيه اخل السنة اخل السنة هتديله جيزة مئة الف جنيه مثلا يعني ماشي وفي هنا لجنة فيه في هنا لجنة فنية وكل مباراة يبقى لها بتتسجل بتعمل ازاي مين المميز ده انه هو هتخسر ايه هتخسر ايه هتخسر ايه ارجع كده عشر سنين ورا شوي لما احنا خدنا أفريقيا فالفين منتخبات الشباب مع كابتل حاسي شهاد الفين واربعة ومن قابله مع رحمة الله علي دكتور محمد علي وكابتل شو غريب هتلا ايه ده دهور القطاعات صحيح كانت القاعدة ايه اكبر كبيرة اكبر مش اللي انت شايفه دلوقتي انت بتشوف دلوقتي وانا عاوزك باعمالة شديدة تفضل تخصص حال اول اتنين وثلاثة ده الاختبارات اختبارات انه شي لازم بقى فيه كلام عنها اللي بيحصل فيه حاجة اسمها يا كابتل انك تدفع فلوسه عشان انت تبقى لعب كورة باعمالة شديدة ما ينفعش وانت عاكيد عارف الكلام ده وعندك اللي واصل لك والمعلومة وعند كتير وبيتجي لك يعني عاوزه اقولك ايه لعب الكورة ده يدفع له مش عشان يدفع روح يلعب المسألة ما بقتش بالصورة يا جماعة انت لازم تدي فرصة ولازم طبيعة الاختبارات تتغير يعني عاوزه اقولك ايه ما فيه اختبار في عشر ده تحكم فيه ده لعبه وده مش لعيب يعني لازم تجيب تشوف تجربة الناس اللي حواليك بتعمل ايه لا بس هنا ممكن يقولك ايه الفرق مثلا ما بين واحد زي كابت بادر رجب مثلا وعنيه يشوف في خمس دهائي وشاف اللعيبة الجيل اللي كان متواجد ده كل واحد زي خالت بيبه لما يشوف اللعيبة من باقيه كلا يقولك تعال هاتو جابت الاقبال يا عدد بتنعمة تناجي نفسك يا جابت الاسلام الاقبال والزحمة رهيبة جدا انت لو شفت اختبارات الاهل الناس رايحة من ستة وصابعة الصبح اختبرت الساعة 12 للدهر من الاعداد الكبيرة جدا وعاوز اعارف انت ايه عاوز اتغير السيطة واتخليها صيف بس عاوز اتخليها مراحل معنا مدار السنة يعني ايه اطلع من دائرة انها تبقى صيف بس خليها خميان في نص السنة عشان تخفف عنك الضغط وتدي فرص انك انت تشوف ناس ممكن تخليها تبط ممكن ياترنا تطويرها ونظر يوم الافكار العالمي اه ما انا بقولك فانا عاوز اقولك دي افكار انا اتمنى لو انت لفست واحدة ولا اتنين وطبقتها على المسابقة ده هي فكرة الفلوس اه طبعا فكرة رفع هي دي الافضل هي دي الافضل والاوقع 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 تدي حماس طيب ودعم كبير جدا رقيق يا حضرك يا سوس جماعة هو طبعا مبدئيا الفلوس دي يعني مكافأة مالية مكافأة مالية مبدئيا ان ان انت تفكر في حوافز ودوافع تخلي الاندية تهتم في قطاعات الناشئين بمهارات بالتركيز على مهارات معينة طبعا ده مهم جدا ده حتى من غير ما تخصص دوافع المفروض يبقى داش شغل في قطاعات الناشئين ما بيحصلش اه لكن هو ده اللي المفروض يتم يعني النهاردة ما ينفعش على المستوى فريق الدرجة الاولى ان انا ما يبقاش عندي لعيب هداف من خارج منطقة الجزاء هو بيقولك كابت فتح نصير وجهة نزر نقولك طيب قولي كده خمس لعيبة بيشوت لا لا ما هو مفيش فعلا لا هو كمان قولي خمس لعيبة بيلعبوا بدمغهم كمان يا كابتن كمان يا كابتن اسلام مش عايزين يعني نحكم على هذه الافكار بانها مرفوضة ليه ما لا يؤخذ كله يعني مش لازم الكابتن فتحي بيقول افكار على فكرة لم يتم رفضها او لم يتم اقرار لا وخلي بالك برضو لازم نفتكر حاجة مهمة قوي الكلام طالع من حد اشتغل كتير جدا في هذه المجالات وفي مجال الكشف عن المواهب انا فاكر تجربة قديمة شوية لكابتن فتحي نصير مع كارل هاينز يدرجوت مدرب الماني ده كان مسؤول عن المنتخبات في اتحاد الكورة وحتى كابتن فتحي سافر بعد كده من حصل بينه وبين يدرجوت نوع من انواع التوأمة التوأمة او التفاهم فراح معها سلطانة عمان واقعدوا سنين عملوا شغل كبير جدا جدا فهي الفكرة ايه انه هل اتحاد الكورة بيرحب بالافكار الجديدة ويدرسها بشكل كويس ويطبق ما يصلح ويؤجل ما لا يصلح يعني اللي مش هينفع يطبعوا دلوقتي أجله اما بالنسبة لموضوع للناشئين فلازم نفرق بين حاجتين بين الاكاديميات اللي هي اللاعب بيدفع فلوس عشان يلعب او عشان يتعلم الكورة او يمارس كرة القدم وبين قطاعات الناشئين اللي هي المسابقات اللي هي البطولات واعتقد الفرق ده موجود فعلا يا كابتن اسلام يعني كل اندية مصر وفي مقدمتها النادي الاهلي عنده قطاع اللي هو الاكاديميات وقطاع الناشئين حيث في حاجة يا ريس في بعض الاندية اللي انت بقى حضرتك موجودة ادخلت نظام القطاع الاستثماري في مسابقاتها لا ترسة تانية بعد الاندية على فجر اندية كبيرة جدا معروفة بالاسم بس ممكن بدأت دلوقتي بدأت تغير بعض مشاعرة انه الناتج الناتج ما اكسب لا واكسب يعني مادية ضعيف ما هو ده شيء موجود لا انت كان مميزاتك انك بتخرج لاعب واثنين وثلاثة واربعة عندك طبعا روحت برة لما تيك تغسرها وتقولي ان انا هجيب مثلا فرقة تلاتين واخد خمستاشر ويجيب خمستاشر هيدفع فلوس كان عمر غريب وامر بعد ده هيكسبوك كمية هو لا موجود وده موجود يعني اللي نقدر نقوله في ناس بتبقى او في اندية سوز محمود بتبقى عايزة يعني هقولك زي الفنانين اللي هو مش موهوب قوي وبيعرف ينتج ويعرف يعمل وهو ده موضوع كبير ده موضوع تاني اه لكن عليك بتتكلم هنا او حضراتكم بتتكلموا فيه ان ما لا يترك ما لا يؤخذ كله لا يترك كله دي كقاعدة عامة في كل حاجة احنا بنتكلم فيها ان الافكار يعني يشكر جدا كابتن فاتح نصير ان هو تقدم فعلا بافكار انا بقول ان هي اكيد عصارت حضراتك يا سوز محمود بتقول ان هي فيه معارضة من داخل الاتحاد اه فيه انا سمعت فيه تصرحات من مصدر في الاتحاد انه بيدرسوا الكلام ده وممكن ما يتطبعش وممكن ما تبقاش الامور بسطولة